اشتركوا في القناة حلقة خاصة بما صار بي اس اي دوره والاعطال التي يسببها واليوم ان شاء الله سوف نحاول يعني بداية كخطوة اولية وكمعلومة بسيطة وفي نفس الوقت هي مهمة جدا جدا بخصوص عطل يسببه بي اس اي نعم كيف نقوم بحل عطل دون فتح الجهاز واصلاحه من الداخل دون تغيير البطارية يعني هناك معلومة او كخطوة اولية لحل المشكل يعني قد تنفعنا في كثير من الاحيان في حل مشكل ظهور رسالة او علامة توضح هذه العلامة في شاشرة الهاتف على ان هناك خلال فيما صار بي اس اي نعم وهي خطوة مهمة جدا جدا ويجب على كل شخص مننا ان يعيى بها وان تكون له هذه المعلومة في دماغه حتى يستعين بها في حل الكثير من المشاكل دون ان يلتجع الى خطوات يعني قد تكلفه الكثير من الوقت وقد تكلفه على يعني شراء بطارية اخرى للزبون نعم اذا حتى نفهم جيدا ما اود صرحه او قوله نبدأ على بركة الله اذا اول شيء ضعونا نتعرف على البطارية البطارية مكوناتها او تتكون من ثلاثة مكونات يعني كيفما تكون هذه البطارية وخصوصا الهواتف الحديثة الجديدة اغلب البطارية تتكون من ثلاثة مكونات المكون الاول وهو ارجل او مجسات او خيوط الكونيكتور البطارية المكون الاقتصال ambure الكونيكتور او الاسنان او ارجل الى اخر يعني هناك اشكال كثيرة هذا هو المكون الأول المكون الثاني وهو منظومة البطارية داخل البطارية منظومة البطارية وتتكون من قطع يعني من مكتفات مقاومات إلى آخر وهناك بعض البطاريات المتطورة قد تجد آي سي صغير يعني دائرة متكاملة صغيرة إلى آخر هذه المنظومة تحمي البطارية من الشحنات أو الطيار الزائد والكثير من الأشياء وفي نفس الوقت قد توجد أيضا مقاومة البي اس آي إلى آخر يعني منظومة البطارية هي المكون الثاني والمكون الثالث والآخير وهي علبة أو صندوق أو قد نسميها تخزين الشحنات الكهربائية أو الكهرباء نعم عند إمرار الكهرباء من البوردة إلى البطارية يعني هذه هي ثلاثة مكونات نعم يعني هذه كانت فكرة بسيطة فقط حتى نتعرف عن البطارية ثم بعد ذلك سوف نتعرف على أن كما ذكرت سابقا لكل بطارية وخصوصا التي تحمل مصار بي اس آي لا بد لها من مقاومة معينة بين السالب والبي اس آي فمثل هذه بطارية LG يعني مقاومة عندما قمت بقياسها بجهاز الأفو ميتر على قياس ميتين كيلو أوم وجدت أن بها خمسة وسبعون كيلو أوم وهذه القيمة إذا وقع بها أي خلل أو أتلف فيصبح الهاتف يظهر مشاكل أثناء عملية الشحن نعم إذا نبدأ على بركة الله إذا لاحظوا معي يعني كانت هذه مقدمة فقط حتى نفهم بعض الأمور نعم إذا نقوم بتشغيل هذا الفيديو عفوا فالفيديو في البداية يظهر بشكل كبير ولكن سوف أحاول تقليصه حتى نفهم هذا الهاتف LG نعم أتى به زبون عندما نقوم بتوصيله مع الشاحن تظهر رسالة نعم تظهر رسالة بهذا الشكل نعم إذا لاحظوا معي ننتظر حتى نعم بهذا الشكل يعني البطارية تظهر في شاشة الهاتف البطارية متصلة بالشاحن ولكن لاحظوا معي هذا المتلة الأصفر الذي به علامة التعجب غالبا هو مشكل مصار PSI غالبا غالبا هذه العلامة بهذا الشكل غالبا هي مصار PSI اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن طريقة أو خطوة بسيطة لحل هذا المشكل دون اللجوء إلى خطوات قد تكون صعبة وقد تكلفنا الكثير رغم أن الحل بسيط جدا جدا ما علينا سوى الانتباه فقط إلى طريقة حل هذا المشكل إذن نبدأ على بركة الله حتى يعني حتى نعرف نعرف يعني حل هذا المشكل بشكل مبسط قمت يعني قمت بتغيير البطارية أولا أنا لم أقم بفك الهاتف وبدأ فحص المصارات وكذا إلى آخره هذه خطوة متسرعة كل ما فعلته هو أول شيء نقوم بتغيير البطارية لأنني كما ذكرت سابقا لكل بطارية ومقاومتها بين السالب ومصار PSI هذه القيمة إذا حدث بها أي خلل قد ينتج لنا هذه الرسالة ويصبح الهاتف غير قادر على الشحن إذن قمت بتغيير البطارية نعم خطوة بخطوة وعند تغيير البطارية لاحظت بأن الهاتف بدأ يشحن إذن جيد هذه رسالة جيدة ونتيجة جيدة إذن الآن أصبح المشكل ملحصر في البطارية نفسها يعني البطارية هي التي تسببت في خلل مصار PSI في رأيكم هناك من قد يقوم بتغيير البطارية وإنحل المشكل أنا لا أصح بهذا الحل المتسرع أنا أسمي هذا الحل هو حل متسرع ويكلف صاحب الهاتف مبلغ يعني كبير ويفضل أن نستعينا بخطوة مهمة جدا جدا وبسيطة ومعلومة بسيطة هي التي الآن سوف أشرحها وهي حولها ندند منذ البداية إذن بداية كما نعلم فأغلبنا أغلب مستخدمي الهواتف يضع اللعاب يعني كما نقول نحن بالدرجة المغربية التفال يعني اللعاب اللعاب بفمه أو بلسانه على هذه المجسات يعني معتقدا أو في رأيه حتى يكون اتصال جيد بين المجسات البطارية والبطارية نفسها فهذا اللعاب يتصرب بين هذه الخيوط البلاستيكية التي تفصل التي تفصل يعني الموجب والPSI والسالب ومصار أو رجل NFC فيحدث اتصال فيحدث اتصال يعني كما وقع في هذه البطارية لاحظوا معي فهذه البطارية يعني أصابها ترطيب بسبب اللعاب أو سائل إلى آخره فأصبح الموجب مع PSI متصلين أصبح اتصال هناك اتصال بسبب اللعاب هذا الاتصال هو الذي يتسبب لنا في عدم شحن البطارية نعم وتظهر لنا رسالة أو صورة على شاشة الهاتف أتباع عملية الشحن متلت أصفر يعني أن هناك خلال في PSI المعالج يخبرنا بهذا نعم إذن كل ما علينا وهو حك هذه المنطقة وتنظيفها جيدا لعزل الموجب مع مصار PSI وإن شاء الله سوف ينحل المشكل ونستفيد أننا نقوم بإصلاح البطارية هذا الميزة الأولى الميزة الثانية أن صاحب الهاتف تبقى له البطارية الأصلية التي لن يجد مثلها ونكون قد قمنا بحل المشكل دون فك الهاتف ودون قياس المصارات كذا كذا إلى آخر فهذه خطوات متسرعة يعني نأتي إليها بعد أن نجرب كل هذه الخطوات فإذا لم تنجح طبعا نلتج إلى القياسات الأخرى إلى آخره إذن لاحظوا معي بعد تنظيف الهاتف بعد تنظيف الهاتف يعني قمت بنزع البطارية الجديدة وإعادة القديمة بهذا الشكل قمت بإعادتي وقمت بالتجربة من جديد حتى أتأكدوها تكون المعلومات صحيحة ودقيقة وليست كلام فارغ فقط نعم حتى نكون عمليين إذا لاحظوا بعد تنظيف الكونكتور البطارية أو من جلسة البطارية عادت إلى الشحن أو تشحن بشكل طبيعي جدا جدا وفرح صاحب الهاتف الزبون يعني أعجبه الحال بما أن البطارية الأصلية بقيت له ولم يقم بتغييرها فكما نعلم البطارية الأصلية يعني البطارية الأصلية يعني المنظومة التي تكون بها بالداخل يعني هذه منظومة البطارية تكون أصلية وتكون مركبة تركيبا جيدا عكس البطارية التجارية فغالبا تكون المنظومة يعني رديئة الصنع وليست دات جودة عالية وقد تتسببون لا في مشاكل كثيرة كشحن وهمي كانتفخ البطارية إلى آخرين إذا أحبابي أتمنى أن تكونوا قد يستفدتم من هذا الدرس ونفس العملية يعني نفس المشكل سبقة نعم عفوا سبقة وأنواجهاني في سامسونج إس دو إس دو عفوا هذا الهاتف لاحظوا معي لاحظوا معي بأن هذا الهاتف أيضا سامسونج إس دو أتى ويظهر نفس المشكل وخلال في مصار بي إس آي نعم إذن نقوم بتجربة تانية حتى نؤكد وحتى يكون كلامنا منطقي وصحيح نعم إذا لاحظوا معي لاحظوا معي ظهر هذه العلامة وهي غالبا كما قلت غالبا متلت أصفر وظهور البطارية بهذا الشكل وغالبا مشكل مصار بي إس آي ومصار بي إس آي يبدأ من البطارية بنفسها مرورا على الكونيكتور إلى آخره نعم إذا لاحظوا معي فنفس المشكلة حتى في سامسونج وليس إلجي فقط فعندما قمت بمراجعة البطارية ومراجعة كونيكتور البطارية بهذا الشكل إذا لاحظوا معي جيدا نفس العملية أو نفس الخطوات قمت بها أيضا على هذا الهاتف فلاحظوا يعني اللعاب يظهروا بشكل واضح فمع الأسف نحن أغلب المستخدمين يقومون بهذه العادة السيئة هي في الحقيقة عادة سيئة جدا جدا ولا أضرار يعني لا إله إلا الله نعم إذا نقوم بحك المسارات أو العازلة نعم النقاط أو الأماكن العازلة بهذا الشكل حتى نقوم بعزل النقاط على بعضها مع البعض نعم لأن المسار عندما يلتقي مع الموجب يصبح لا يؤدي دوره ويصبح به خلل نعم إذا لاحظوا معي بعد تنظيف البطارية بشكل جيد نعيدها ونرى النتائج ما هي إذن بالفعل سوف نفاجأ بنتائج جيدة ودون يعني فتح الهاتف وعمل الكثير من الأشياء الخطوة هي خطوة بسيطة جدا جدا وعلينا الانتباه إليها حتى لا نقع في مشاكل كثيرة إذا لاحظوا مع عادة الهاتف إلى الشحن دون مشاكل إذن يا حبابي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس المتواضع وأذكر من جديد فأنا لست خبيرا أو أستادا أو مهندسا في هذا المجال أنا مجرد تنميذ فقط بسيط لا أعرف إلا القليل القليل في هذا المجال واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر